موسيقى موجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم وقعت قبيلتها الفلاتة والمساليت بولاية جنوب درفور اتفاق مصالحة لطي صفحة الخلاف الذي نشب بين الطرفين والذي أوقع خسائر في الأرواح والممتلكات وقال ممثل لجنة الأجاويت طلعت خوفة أن وثيقة الصلحة تمدت دية تسعة قتلى وثماني جرحة للفلاتة بينما اعتمدت ستة وثلاثين قتيلا وواحد وستين جريحا للمساليت وأشاهد مراسم الصلحة عدد من الشخصيات الرسمية في الولاية قال رئيس لجنة التحقيق في قضية فضل اعتصار نبيل أديب اللجنة رفع تأمر الاستعانة بجهة دولية في التحقيق لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك مشيرا إلى أن اللجنة لا تملك صلاحية لذلك أقال أديب رئيس الحكومة هو من يملك أن يقرر أعطاء اللجنة صلاحية للاستعانة لافتا إلى أن التفويض الممنوح للجنة فقط يقتصر على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي أكد عضو وفد التفاوض بملف سد النهضة محمد عثمان أهمية الوصول إلى اتفاقية قانونية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حتى لا يتأثر خزان روسيرس لقربه الشديد من سد النهضة الإثيوبي ألفت عثمان خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة المدينة السكنية بروسيرس إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان روسيرس في ري المشاريع القومية الزراعية مبينا أن 70% من مشاريع السودان تعتمد على خزان روسيرس ونصف سكان السودان تقوم حياتهم على مياه النيل الأزرق قالت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان اللهاين 43 ألفا من اللاجئين الأثيوبيين عبروا إلى السودان منذ اندلاع القتال في إقليم التجراي بشمال يثيوبيا قال المفاوض السامي لشؤون اللاجئين في ليبي جراند أن أولئك اللاجئين الذين قدموا للسودان بحاجة مسأل الدعم والعون من قبل الدول والمنظمات الدولية وقالت المفاوضية أنها ساعدت في نقل ما يقارب 10 ألاف لاجئين إلى أمرا كوبا على بعد 70 كيلو متر من الحدود داخل السودان نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة